اليوم بنتكلم عن اضطراب شخصية كلنا سامعين عنه وكلنا قارين عنه وهو من أسوأ الاضطرابات الشخصية النفسية هو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع الانتي سوشيل من أهم أعراض السلوكية اللي احنا ممكن نشوفها عند الشخصيات هذه إنه عندهم رغبة واستمتاع في إذاء الآخرين عندهم بعض السلوكيات اللي ممكن يسوونها فيها خداع فيها أن أغش اللي حوالي أني أحاول أتذاكع عليهم وأسلبهم حقوقهم أيضا يتلذذون يستمتعون هذه الشخصية بالذات بخرق القوانين دائما يحب يسوي كل شيء ممنوع وكل شيء خارج المألوف من قوانين مجتمعية من قوانين قانونية من عادات من أعراف من قيم وهو دائما عكسها ويستمتع في كسر هذه القواعد والقوانين ويكون واعي لها ويبي إنه ممكن يتلذذ عن طريق هذه السلوكيات المريضة هذه الشخصيات للأسف إنه ممكن تكون عند الأطفال شلون تكون عند الأطفال وش ليش تتكون ومن أي عمر ممكن نحن نكتشف هذا الشيء أول شيء ثبتت كل الدراسات العلمية إن الجانب الوراثي يلعب دور كبير في تكوين هذه الشخصية والسبب إن بعض النواقل العصبية في الدماغ يكون فيها خلل متوارث جيني بحيث إن هذه النواقل العصبية هي المسؤولة عن إفراز هرمون يتميز بالعدوانية والعدائية وأيضا يقل جانب العاطفي والجانب الضمير وإنعدام التقييم للسلوكيات بحيث إنه ما عنده تقييم للسلوكيات خطأ صح حرام حلال خطر مخطر ما عنده هذا التقييم لأنه يكون دماغيا عنده هذا الشيء من خلال الأبحاث تثبتوا إنه هذا الشيء وراثي وأيضا علمي من خلال النواقل العصبية في الدماغ إذن غير الجانب الوراثي أو السبب الوراثي هناك أسباب عن طريق التربية إنه ممكن إن الطفل يصير عنده شخصية معادية للمجتمع وشخصية عدوانية وشخصية أيضا فيها عنف وخداع وكذب وخرق لقوانين هذه التربية اللي تكون فيها إهمال إهمال لأبعد درجة إهمال حتى في احتياجات الأساسية مو بس إهمال عاطفي أيضا إهمال في رعايته في أكله في حاجاته الأساسية في إهماله في ملابسه في نظافته في دراسته في تعليمه في تربيته في غرس المفاهيم هذه كلها موجودة إذن الإهمال عاطفيا وأيضا إهمال في كل جوانب الحياة بحيث إن الطفل يطلع بهذه النتيجة التربوية ما عندها أي قيم أو ما عندها أي سلوكيات ممكن إن الأب أو الأم إرشدوه إن هذا صح أو غلط أيضا من الأساليب التربوية الخاطئة اللي ممكن تطلع عندنا طفل معادل المجتمع إن الأب والأم يشجعون الطفل على التنمر يشجعون الطفل على إنه يضرب لأنه يعتبرون الضرب لأقرانه هذه قوة شخصية إذن أنت صير قوي شخصية أنت صير عندك مثلا بينك وبين أقرانك وهذا شفناه شفناه في المشكلات المدرسية لما يكون فيه طفل عنيف مع باجل الطلبة فينادونهم كأخصائي نفسي نادون أولياء الأمور يسألونهم يقولون ليش طفلك يطق الآخرين ليش ما تعلم أنه يكون صديق للآخرين يقول أنت شنو اللي يمزح لك إنه ولدي قوي شخصية ولدي لما يضرب الإصبيان اللي معاه والأولاد اللي معاه هو لأنه قوي إذن هذه السلوكيات الخاطئة من الأب والأم إنه يعلم عياله الضرب لأقرانهم من عمر صغير علشان يكون عندها شخصية يلا صير قوي يروح طيق غيرك إذن في عمر معين في عمر المراهقة لما يبدأ تتكون عنده شخصية معه لما يصير مثلا شاب أو لما يثبت رجولته هنا يبدأ عنده خرق القوانين بشكل أوضح أول كان هو بالمدرسة فيضرب أقرانه ممكن أنه ينحاش من حصة ممكن يسوي أشياء يخرق قوانين بطريقة صغيرة ولكن متى تكون المشكلة الكبيرة لما يكون مراهق أو لما يكون في عمر الشباب إذن تظهر السلوكيات العنيفة والعدوانية في فترة المراهقة وفترة الشباب ليش؟ لأن أيضا فيه هرمونات في وقت البلوغ فهذه الهرمونات لما تفرز بشكل واضح وتعطي الطفل أو تعطي المراهق اندفاعية بالسلوكيات وهو أساسا بالبرمجة عنده ما عنده ضبط ولا عنده صح وغلط ولا عنده مثلا خوف من القوانين أو خوف من العقاب فيه تشجيع وفيه عنف وهو متوارث أساسا ومكتسب من البيئة إذن فيكون واضح عنده في فترة الشباب في كسر الغوانين عشان شديد نشوفهم إحنا يسوون بعض الجرائم ومشوفهم بالشوارع شون طريقة غيادتهم وأيضا فيه انتشار مثلا السلوكيات الخطأ من مخدرات وغيرها هذه كلها السلوكيات معادية للمجتمع وأيضا فيها عنف وعدوان نصيحتي لأولياء الأمور إذا كان عندك طفل بيّن عليه بعض السلوكيات العنيفة والعدوانية بحيث أنه تشوفه ما يعني يندم إذا هو سوى شيء غلط ولا طق أخوه أو طق أخته أو طق واحد منه معاه بالمدرسة ولكن لما يرجع يقول لا أنه أنا من حق أن أسوي هذا الشيء أو يعني ما فيه جانب الضمير أو جانب الخوف راقب الأمر ممكن يكون عنده سمة وراثية بهذه الشخصية لأنه أثبت العلم أن العلاج المعرفي السلوكي كل ما كان فيه تدخل مبكر في العلاج كل ما كان يعطينا نتائج أفضل لأنه إذا تأخر العلاج ما بعد الشباب أو ما بعد الكبر أو مرحلة النفج صعب جدا أنه إحنا نعالج هذا الشيء إذن تدخل مبكر ووايد مهم ورقابة الأهل للسلوكيات هذه أيضا وايد مهمة وكسلك عند الأب والأم لا تعلم عيالك أن القوة الشخصية وأن أنا أخليك تواثق من نفسك أنك تروح تتعدى على غيرك بالعكس القوة الشخصية أنك أنت شلون تحل مشاكلك في الحياة وتكسب الآخرين بدون ما تتعدى على غيرك اشتركوا في القناة